عمر انت قلت لي من شوية انه الزمالك بيبحث عن حالي سمور ما جديد هل الزمالك اصلا تحرك في عدد من الصفاقات هل تحرك في عدد من الاسماء بحيث انه لو قلت قفل قيد اترفع في يناير هنكلم في شهرين وشوية يعني يكون جاهز بالعيبة الجدد اه التفكير بدأ يبقى حوالي مراكز خد بالك في الوقت الحالي معظم الوكالاء بيبعطهم المرشحين في الانتخابات زي ما قلت لك سير زيتان اللاعبين ماشي فبدأ التفكير يبقى هو الفريق اصلا محتاج ايه بحيث لما استقبل ترشحات من وكالاء او اسطاء او لو هشتغل مع سكاوتينج تيم وده بالمناسبة معظم مرشحين متفقين على بعض الامور انه يبقى فيه هيكل داخل النادي لجان فنية ولجان منبسقة منها يعني مثلا لجنة الفنية الخاصة بالفريق الاول يكون فيه تيم السكاوتينج يشغال معاه سكاوتينج هو فريق كشفين اللي يبحث عن اللاعبين ما يبقى الشغالين بمفردهم الموضوع ما يبقاش مجرد وجود مشرف عام على الكرة من مجلس الاضارة مثلا وخلاص بالعكس وما عايزين يستعيني بكل الكوادر اللي بتنتمي لناد الزمالك او كوادر محترفة يكون عندها شغلة على دراية كبيرة فمن ضمن الحاجات اللي الزمالك بيتحرك فيها في يناير انه هو يجيب لعيب يقدر يلعب مركز 6 و 8 بنفس الكفاءة وانه هو في نفس الوقت اللي يبقى كويس في التمريرات كويس يقدر يبقى زي ما بنقول بالبلد يعني معلم في نفس الملعب بيتكلم برضو في ظاهير ايصر اذا ظاهر ظاهير ايصر محلي او اجنابي بصورة قوية والامور المادية تبقى بسيطة ممكن يبقى فيه تدعي قول لي اسماء لسه ما تفتير كله مركز لسه ما فيش اسماء معصورة ينبي دوات اسم مطروح ولا يظل مطروح طول الوقت لو كان فيه يعني بس انا هقولك على حاجة وهنجيلك من شوي مجموعة الامور المادية اللي محتاجة زمالك كبيرة جدا فبالتالي هيحصل صفقة كبيرة في يناير وهيبقى فيه تفتير دايما في اللعيب اللي ممكن يبقى فيه في اللعيب اللي ممكن نستنى الاخر السنة عشان نجيبه بمبلغ اقل فانا بقولك في يناير الصفقة كبيرة ممكن تبقى صفقة واحدة لان زمالك محتاج فلوس جدا كتير جدا اللي مشاكله الاول بعد كده تبدأ اللي مشاكله عشان يتحرك بشكل افضل